سانتي اليوم مع دكتور وديع غنمي أهلا وسهلا فيك حكيم بالغنى عن التعريف بس حضرتك اختصاص أمراض نسائية عقم وتوليد موضوعنا لليوم هو الأشهر الثلاثة للحمل أول تريماستر يعني ليه أول تريماستر مغير عن باقي الأشهر حكيم بدنا نحكي عن كل المشاكل اللي ممكن أنه تصيب المرأة الحامل أو يمكن إزعاجات مش ضرورة مشاكل صحيح نحكي أكتر عن شو الفحوصات اللي لازم تنعمل لأن هالفترة كتير مهمة نعم دونك إذا نرجع شوي للقديم كان أول ثلاثة شهر ما حدا يحكي فيني يعني المرأة كانت تروع عند الطبيب بس يكون كبر بطنة يكون قطعت هالمرحلة هايدي اليوم تغير الوضع كتير العكس صار اليوم هؤلاء تشهر كتير مهمين لأنه اليوم مع تقدم العلم وتقدم الفحوصات اللي منعملون صرنا منقدر نكتشف كتير أمراض بهالفترة ما كانت تبين يعني بتوفر علينا اليوم إشياء كانت تبين بالرابع بالخارج وتعمل كل التداعيات اليوم صرنا هالإشياء منقدر نشخصها ونكتشفها بأول ثلاثة شهر وهيك منقدر ناخد الإجراءات بتكون أسهل وعلاجها حتى القرارات بتكون أسهل لشان هيك الفترة كتير مهمة في كتير فحوصات هون بدن ينعملوا فيه إشي هلأ منفصل شوي فيه فحوصات لازم ينعملوا قبل الحبل هوا تقريبا صاروا اليوم بأيامنا كل السيدات بيعرفوهون إنه فيه فحوصات الدم فحوصات المناعة لازم ينعملوا قبل فئة الدم شوف إذا فئة دم ما نيجاتيف إذا أخدي دم قبل إذا عنده مناعة دونك فيه إشياء كتير مهمة هوا تكون المرة محضرة قبل ما تحبل وبأول حبل اليوم أول ما بتحبل المرة بسط عين الطبيب فيه فحوصات دم إجباري ضروري تعملون إذا ما كانت عملتهم لهنه فحوصات المناعة فحوصات شوف إذا عنده أمراض لقطتهم قبل إذا عنده مشاكل صحية إذا عنده سكري إذا عنده زلال إذا عنده مشاكل صحية معقول تأثر على الحمل مفروض هون نكتشفهم بأول حمل ما ننطر لتكون قطعت فترة ليبينوا لأن بيصير إلهم تأثير على الجنين وعلى الحمل بس حكيم هؤدولي يعني عم نحكي عن أمراض ممكن تكون قبل عند السيدة بس فيه إشياء بكستجد غير بس فيه إشياء اللي هي بتأثر على الحمل فيه ممكن عنده أمراض كتير ما لا تأثير على الحمل ما بيهمنا ما بيهمنا فيه هايدي ما بقى إذا عنده ريوماتيس ما عنده أمراض تاني عنده كوليستيرول هو إشياء ما بيأثروا على الحمل عنها دونك الإشياء اللي بتأثر على الحمل هني منعرف إذا عنده ضغط مثلا إذا عنده سكري إذا عنده أمراض بتخسر بالدم إذا عاملي جلطة قبل المرة إذا عنده هون مشاكل اللي عليها ديراكت بفترة الحمل مفروض نكتشفهن قبل هيدا فيما يخص الصحة العمومية هون مفروض نكون نحنا عارفينهن قبل هلأ هون متى ما بلشت حمل ليه أول فترة تلات تشهر كتير مهمة لأنه هون فيه فخوصات بيناعمل وصار بيهمنا الجنين وهي الفكرة اليوم قبل ما كانت كتير مهمة كانوا يقولوا أوكي المرة حابلي حننطر ليكون كبر شوي بطنا ليتثبت لا يكبر لنبلش نعمل فخوصات تشخيص اليوم نعكس الشغلي صرنا اليوم هالتلات تشهر كتير مهمين شو الإشياء المفروض نعملون لأنه لنشخص إذا هالجانين قبل كل شيء بصحة تامة هاي شغلي كتير مهمة اليوم نقدر نكتشف قسم كتير من التشوهات بها تلات تشهر هون دي هون ما كانوا قبل يبينوا مثلا بس اليوم الفحوصات اللي عم تنعمل عم تنعمل أيضا الفحوصات الجينية يمكنني هلا لح نحكي عنه نهودي قبل كانوا ينطروا قبل كانوا ينطر أكيد يمكن عم ينعمل على بكير هون هنحكي عنه نهودي عملوا عنه تطور كتير كبير بالدياغنوستيك يعني صرنا نقدر نشخص صحة هالجانين بإشياء ما كنا نشوفها قبل بفترة قريبة هاي كتير مهمة ولكن هون منبلش أول شي بالإيكوغرافية اللي هو الفحص أكيد القديم اللي بينعمل اللي كل السيدات بيعملوا أكيد الإيكوغرافية ضرورية قبل كل شي لنشوف إذا الحبل داخل رحا مشوف إذا الحبل ماشي لأنه أوقات كتير بتكون المرأة عام لفحص حبل وعن تحس عوارض الحبل بس يكون الحبل مش ماشي ما يكون حبل فاضي ما تقول هون المرأة أنه في حمل أو في شي مظبوط قبل ما تكون تأكدت من هالصورة الإيكوغرافية لأول فترة هي ما بتشوفينا أكتر من أنه في حبل وحبل ماشي إشي تفاصيل حبل ماشي فيه دقية قلب أكتر من هيك ما فينا نعرف ولكن على الشهرين ونص يعني على الأسبوع 12 أو 13 هون تنعمل هاي الإيكوغرافية التفصيلية كتير مهمة كتير مهمة لأنه هون منقدر نكتشف نحنا تشوهات اللي بتبين بالجنين فيه تشوهات كتير مفروض نكتشفها بها العمر هيدا لأنه هيك بيقدر أكيد ناخد قرار يا علاج يا أوقات بيضطروا توقيف للحبل يا أعطاء إشي يعني فيه فيه قرارات ضرورة تتاخذ ما مفروض يضل هالحبل مكمل اللي يبينه بعدين شو هني الإشي هون دونك الإشي أهم ما شيل بهالفترة منشوفهم هو التكوين الأعضاء الخارجية للجنين يعني هون ما عن نحكي على الأعضاء الداخلية الأعضاء الخارجية يعني الأهم ما شيل أطراف نشوف الأطراف هاي شغلي كتير مهمة يعني ما مفروض ننطر للخمس ستة شهر شوف إذا الأطراف مزبوطين الإيدان الإجران مكونين مزبوط ما فيهم تشوهات ما في عدو ناقص ما في عدو أسير هو كتير مهمين بهالفترة الشغلي كتير مهمة تكون الراس لأنه فيه تشوهات بيكون ما في تكون الراس مش مكون يعني أنا أصيب لي مفروض نكتشفها بها العمر هيدا يعني ما ننطر الحبل يضل ماشي ونشخص هالمرض هيدا بالسبعة أو تمين دكتور عندي سؤال لك بأول ثلاثة شهر ممكن يصير فيه شوية تخربطات ببعض الأمور مثلا غدى دمعينة الغدى الدرقية السكري وغيره ويرجعوا يظبطوا لحالهم من بعد ثلاثة شهر أو لا يعني من مجرد ما تغيره أول ثلاثة شهر بعد ما بيصير فيه عندنا تغيرات يعني هون كصحة عاملة المرأة كالنظام الغداد عندها أول ثلاثة شهر ما فيه تغير ما فيه تأثير عليهم إن كان عندها مشاكل بالغدة الدراقية يعني تاخد دولة إليها عادة ما مبلش إذا ما كان بهذا شيء وتخربط عادة ما مبلش نعدل فيه إلا بعد ثلاثة شهر أول ثلاثة شهر ما فيه تأثيرات بهالوضع بهالوضع عم نحكي ما فيه تأثيرات الجنين أكيد إذا ما عندها مشكلة ما فيه إذا عندنا تاخد دولة ما منعدل بالدولة إلا ما نكون قطعت فترة ثلاثة شهر إذا كانت مراقلاجي أكيد هون لكمل شوي على التشخيصات بالشهر الثالث هاي شغلة كتير مهمة كمان اليوم صار فينا شخص إذا فيه ريسك هل بيبع عنده تشوهات بالكروموزومي يعني منها الأكتر شيء منشوفه هون مفروض نبلش نشخصها بهالفترة يعني ما ننطر لتكون تقدم الحبل هون بالصورة الصوتية اللي منعملها فيه أشيار بتخلينا نشك إنه هالجنين معقول عنده هالمرض هيدا اللي هن منعرف هي سماكة الرأبي مفروض تكون حد ما تتعدى نسبة معينة منشوف عضمة المنخار منشوف أوقات إشياء داخل القلب هو كتير مهمين إجباري ينعملوا بهالفترة هايدي معهم تاني بينعمل فحص دم لهالأرمونات اللي بتفرزها الخلاص البلاسينتا بتفرزها لهيدي نسبة فيه فحص خصوصي بينعمل هالفحص الدم هيدا إذا كانت نسبتهم مختلفة بيعطينا ريسك عالي هون إذا طلعنا ريسك إنه هالجنين عنده مشكلة هون أكيدة عالطول من نقول لهم إنه وهون كتير الستات بخافوا بس نقول لهم بدنا نعمل فحص بيعتقدوا إنه خلص البيباب وشي غلط مش مظبوط هالشي إذا قلنا لهم إنه فيه شي مش معناته إنه هالجنين مصاب ولكن الاحتمال إنه يكون فيه شي مشين هيك منضطر نعمل فحصات الزيادة وهون التطور الكبير اللي صار اليوم سابقا كنا يا بدنا نضطر نشيل خزعة من الخلاص يعني نعمل بيوبسيتروفوبلات وهيدي عمل شوي انفازيف يعني وفيه فيه خطر ترويح بعد منه اليوم من كم سنة صار عنا فحص كتير مهم اللي هو غير شوي المعالم والطريقة هي منقدر نفحص نشوف الدي اناي يعني الكروموزوم طبع الجنين هيدا بداخل دم الام وهي شغلة كتير حلوة لأنه نعرف إنه فيه فيه فراكسيون فيه أقسام من هالدي اناي من خلايا الجنين عن طقطع بدم الام اليوم بفحص دم من الام بيقدروا يعزلوا هالقطع الدي اناي يرجعوا يعملوا لهم ريبروداكشن عندهم بالمختبر ويدرسوهن وهيك بيطلع عنا نحنا شو الامراض الخلوقية الكروموزوم تركيب الكروموزوم عند الجنين وهي شغلة كتير مهمة اليوم دكتور أمراض القلب اللي بيخلق فيها الولاد ما بتبين القلب اليوم فينا نفصل الموضوع كذا الشاغلي هلا الأمراض فيه الاشياء الأساسيجي يعني مثلا نحكي الأربع جيوب تبع القلب اذا الهال فيه الاربع نعرف اتناب فانترين كلهو نقدر نشوفهم بهالعمر هايدي على الشهرين بس اكتر من هيك اليوم هو بعد بكير ما بيبينه يعني نشوف الشريين وين اذا فيه شريين مش محله اذا فيه اشياء تشوهات بالقلب هادي بينعملوا خلال الشهر الخامس بيبينوا تفاصيل القلب ولكن منقدر ناخد فكرة اولية على القلب بها الفترة هايدي كما انه فيه اعضاء تانين منقدر نعرف منهم منقدر نشوف المبولة اذا بمحلة منشوف المعدة اذا بمحلة هو اشياء كتير مهمين منشوف المصارين اذا بمحلهم اوقات فيه تشوهات بيكونوا طالعين لبرة هو كلهم يبينوا باول اول 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 تلت شهر هو كتير مهمين ما لحقنا نحكي عن الانزعاج والدوخة والضغط هو الشي عادي انت بالنسبة لكم هو عادي ما فيهون شي عادي بدأت تحملون هو طبيعي دكتر وديا غنم اختصاصي امراض نسائية وعقم وتوليد شكرا لك لكل هالتوضيحات ودايما الوقاية اهم من كل العلاجات رح ناخد بريك ومنتابع مع اول اكساس باي علي اشتركوا في القناة